اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اللي ذاعي صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي إذن نبتدي معكم هذه الحلقة اللي نتمنى إن شاء الله تكون حلقة مريئة بالمعلومة الصحية المفيدة للجميع حلقة نتمنى إن شاء الله أن تكون كذلك فيها من الأخبار المفيدة مع بداية هذا الشهر الفضيل هذا الشهر اللي من خلاله يعني نتقدم بالتهنئة لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايدة الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نهب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراحة حاكم دبي وإلى أخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى أولياء العهود وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا المقيمين على هذه الأرض الطيبة إذن نتوجه بالتهنئة لكم بيعني مناسبة هذا حلول هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام الطيبة أيضا نتمنى أن إن شاء الله تكون يعني يعني هذه الفترة هي فترة خير على الجميع ونتمنى إن شاء الله أن ننعم برمضان صحي ورمضان يعني يهدي النفوس ورمضان يخليكم مستنسين من الصبح ففي البداية نتوجه إلى فريق العمل عندي في الإعداد يوسف سعد وفي التنسيق أسراء الهاشمي وأيضا في الإخراج معنا أيمن سرحيل بعد وقت طويل وكل عام ونتم بخير دكتورة نادة الملة كل عام ونتم بخير ونهنيكم أوليوم في شهر رمضان الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة واليوم ببركات ويتقبل صيامكم وقيامكم خلال هذا الشهر أذكركم في البداية برقامة تواصل على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة وواحد أربعة والرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة طيب عندنا خبر يعني أصدر الأمس يعني كان أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار رقم 18 لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الصحة في دبي اللي جاء متوافقا مع أفضل المعايير العالمية من حيث بناء وحداته التنظيمية وتكامل أدواره واختصاصاته وهذا يعني ثمرت جهد الكوادر الإماراتية في مجال بناء المؤسسات وتنظيمها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد وريعة دبي قال نثق أن شمولية الهيكل الجديد ومرونته سوف تدعم قدرات الهيئة على صعيد التنافسية العالمية وسيمكنها من السير بخطة ثابتة على طريق التمييز في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمجتمع أكثر صحة وسعادة وشاد سموه بجهود فرق العمل التي تولت بناء الهيكل وإعداده وأثنى على جهود الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في المجلس التنفيذي وهيئة الصحة في دبي واللجنة العليا للتشريعات الذين قدموا هيكلا تنظيميا يلبي جميع متطلبات المرحلة المقبلة وكانت عملية اعداد الهيكل قد مرت بمراحل مهمة وصولا إلى صورته النهائية ليقدم نموذجا مطورا للمؤسسة الصحية العصرية التي تتسم بوحدة كيانها والتوازن الكامل في مستوياتها الوظيفية وتوزيع مسؤولياتها من حيث التخطيط والتشريع ورسم السياسات وتوفير الخدمات الطبية التخصصية يعد الهيكل التنظيم الجديد لهيئة الصحة في دبي نقلة نوعية محفزة لتحقيق المزيد من الإنجازات لا سيما أن عملية صياغته توافقت مع الفكر الإداري والمؤسس الحديث الذي تنتهجه دبي مع سياسة الحوكمة ومعايير الاستدامة وفرسفة ومضمون تحمل المسؤوليات وتوزيع المهام والأدوار كما جاء الهيكل بتوزيع مسوياته الوظيفية متناغما ومسجما مع طبيعة عمل الهيئة وأدوارها ويضم الهيكل الجديد للهيئة مؤسستين جديدتين هما مؤسسة دبي للرعاية الصحية ومؤسسة دبي للضمان الصحي كما يشمع ثلاث قطاعات حيوية رئيسية هي الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والتنظيم الصحي وخدمات الدعم المؤسسي المشترك يضم الهيكل كذلك ثلاث قطاعات فرعية تابعة لمؤسسة دبي للرعاية الصحية هي قطاع الرعاية الصحية الأولية قطاع الرعاية الصحية التخصصية وقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض طبعا نحن في اختام هذا الخبر ما نقدر إلا نتوجه بالتهنية لأننا نحن دكتورة ولجميع أفراد أسرة هيئة الصحة في دبي بصدور الهيكل الجديد للهيئة اللي إن شاء الله بيكون يعني يمثل تحول في مسيرة الخدمات الصحية في إمارة دبي إن شاء الله أكيد بيكون هو نقلة نوعية وكل تغيير ترى كل فترة كلنا نحتاجه نوع نوع التغيير البقاعة نفس النظام يسوي رتابة بس التغيير يحرك الناس يبث شعله من النشاط فإن شاء الله يكون تغيير أكيد للأفضل وإن شاء الله ترى كلنا الهيكل يطبق ونشوف تغيير في الهيئة أنت تحت أي قطاع دخل؟ أبعدني تحت قطاع رعاية صحية الأولية أتمنى أنزي عموما تقولي تبغي تغيير وتغير والله لو ينقلوني ما عندي مشكلة أحس واحد لازم يعني لو قاعد في مكان فترة بعد لازم أودونه مكان ثاني حتى ترى لو ما كان المكان هو متعود عليه يشحذ طاقاته جميل أنا يعني في عندنا سؤال مسابقة أنا حوعدناكم فيه لكن أخاف عندي مشكلة أي من فيه نظام الرسائل النصية في الكمبيوتر فما أدري أقول السؤال ممكن من خلال الآيباد نطلع الأجوبة ما أدري لكن ما نجرب ما نعطيكم سؤال للحلقة وإن شاء الله إذا السيستم شغال ما نخبركم بعد الفاصل إذا ما بشغال ما نقولكم ما نوقف السؤال ما نحوله ليه باتشر إن شاء الله اتفقنا؟ نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد في هيئة الصحة في دبي هو نظام سالم نظام سلامة نظام أمان سالم سلامة أمان على أربعة صفر صفر ستة هنزين؟ بس الإجابات على أربعة صفر صفر ستة وما نخلي الزمالة عندنا في التنسيق يختارون الفائز معنا فاصل وراجعي صحة وسعادة تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى من السمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايما إذاعة نور دبي إذن سؤال مسابقتنا اللي هي المسابقة برعاية مستشفى الزهرة في دبي الفائز فيها دكتورة عندنا ثنين فائزين مناخذ واحد بيفوز بخمسمية درهم والثاني بيفوز بألف درهم قسيمة فحص شامل في واحد من المراكز المتطورة في مستشفى الزهرة ممتاز قسيمة بألف درهم هذا الفحص ممكن يستلمى ويروح مستشفى الزهرة قيمة القسيمة ألف درهم ممتاز وفي خمسمية درهم كاش إذا هم الله خير مستشفى الزهرة موجودين معنا في هذه المسابقة شو سؤالنا يقول نذكركم السؤال نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد بهئة الصحة في دبي شو اسمه؟ هل اسمه سالم؟ ولا نظام سلامة؟ ولا اسمه نظام أمان؟ سالم سلامة أمان نحن ما نشطب شسمه إجابة بس متى الدكتورة؟ بعد الفاصل قبل أن نطلع الفاصل بشوية ما نشطب رمضان والتغذية طبعا يعني أكثر مواضيع أتينا فيها أسئلة دائما يكونه رمضان ونمط الحياة الصحي السليم للصائم أو الصائمة كيف الواحد ممكن أن يستغل هذا الشهر في تخفيف وزنه ضبط مستوى السكر في الدم كيف ممكن يرد علينا رمضان بفوائد صحية ونفسية وتغذوية صحيح فعشان يعني أنواكب هذا الموضوع بيكون عندنا كل يوم فقرة تغذية دكتورة في برنامجنا اللي هي يعني فقرة بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية اليوم نبتديها مع وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي صبح جل الله بالخير وكل عام أنت بخير صباح الورد كل عام أنت بقى الفخير ينعاد عليكم بالصحة والسعادة محمود ندا يا ربي يعني تكون كل أيامكم بصحة وصعادة إن شاء الله جمعين دكتورة وفا دايما لما هي برمضان موضوع التغذية يكون الشغل الشغل للجميع لنبتدي أول شيء شو أهم الأسئلة أو أكثر الأسئلة الشيوعة في مجال الأكل التغييرات لازم تطرع على الأكل مع رمضان شوف يعني بداية برمضان يعني هو لحاله دورة مجانية لتنظيف الجسم صحيح عدد ساعات الصيام اللي بتتم يعني من وقت الإمساك خلينا نقول للساعة 53 و 58 دقيقة إلى وقت أذان المغرب هاي الفترة تكفي إلى تنظيف الجسم من الشوائب الموجودة في داخل الجسم صحيح خلينا نعتبرها دورة مجانية الآن بعد هذا الصيام الطويل المفروض أني أنا لما أفطر أفطر بذكاء بمعنى أني أنا خاطر في أكل أعمله بطريقة اللي أحبها ولكن يعني الأكل اللي أحبها ولكن بطريقة صحية وأكتر شي فيني أكل سامبوسة أول سوء هريس وسامبوسة وليه قيمات أولي الهريس يعني أنا من غرامي لكن أنصح الناس ما يحطون السمن عليه من فوق لأن الهريس أكلة فعلياً رائعة بمحتوها بالتغذوي وفيها قيمة غذائية رائعة صحيح أعبي مرة واحدة المعدة في كميات عالية من السعرات الحرارية ومن الأكل اللي من الدسم من المدهن غير إن أنا أثقل ومنام المعدة بتتلبك ما بتصير عندها مجال إنها تخضم الأكل ولا أنا أستفيد من الأكل اللي أنا أكلته فبالتأني جميل ولما بقول التأني يعني دائماً منحكي المعلومة إنه وأحب أكررها يعني والسموحة إنه الدماغ يحتاج إلى 20 دقيقة لإستوعاب إنه في أكل في المعدة صحيح فالمضغ يعطينا أي فأنا لإني صايم نبدأ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح إني أنا أفطر بالتمر والتمر عالي في السعرات السكريات الأحادية والمركبة بحيث إنه بيعطيك مجال لغاية ما تصلي المغرب ترجع صار فيه تنبه للمعدة ولا الدماغ إنه في أكل بيجي فبشير في عندك انتقاء لكن المعظم في سوي إيه يبلع سباقوا على من الصفرة ياكل من كل شيء يلحق ياكل ما يقوم المغرب ببالله نصيحة ودائماً بكررها وفعلاً أنا يعني خليت العائلة تلتزم فيها يعني عندي عائلتي خليت اللي ما بيقوم غصمين عنهم يقوم وقتهم حتحسوا فيه فرق ببالله لا جعانيين مبقادرين حصوصاًا ما يسحرون خافون يخلصوا الأكل نحظة هاي المشكلة تنش تصلي ترد ما شيء وين الأكل حط الأكل ببارسل حق إضمان إضمان هم كنوا معاك على الصلاة الله يطبق عمر الوالدة والله الله يخذ لها ما تصلي شيء أنا بس سامحي لي أذكر بسؤال المسابقة إذا تسمحي لي دكتورة سؤال المسابقتنا اللي هي جوائزها مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي عندنا ثنين فايزين شهر بيكون الأول فايز بخمسمية درهم كاش والثاني بيكون يحصل على قسيمة بألف درهم لأحدى البرامج العلاجية المميزة في مستشفى الزهرة بدبي دكتورة شو سؤالنا؟ يقول السؤال نظام الملفة الطب الإلكتروني الموحد بهاية تصحبة بي اسمه شو؟ نظام سلامة أو نظام سالم آه شو طابت أنت؟ شو طابت أنا واحد سلامة أو سالم على 4006 لدى التصتون تعطون الأجوبة ما يقدر نسحبها الله يخليكم الاسم الثلاثي مع الإجابة الاسم الثلاثي مع الإجابة وإذا بتحط رقم تلفونك بعد زين خير وبركة بتسهل على التنسيق اختيار لهذا لكن ما حد يبعث لي الاسم الإجابة بس من غير الاسم لا بيتم شسمه فلترات هذا الموضوع يعني يسهلوا علينا المسألة على اساس ناخذ أكبر عدد من المشاركين إن شاء الله نرجع دكتورة أي فطبعا لما نقول التمر يعني أخذ التمر صلى ورجع صار فيه تأهيل للمعادة نردأ في الشربة ويريت تكون الشربة يعني نوعه عندكم تلاتين يوم تلاتين ريسيبي تلاتين وصفة حنعطيها إحنا حتى هيئة صحة دبي استغلوا الوصفات في إنكم تاخدوا تنويع ليش التنويع؟ عشان أحصل على الفيتامينات المتنوعة من مختلف الأغذية اللي أنا بأخذها طعم مختلف وما في ملل بنفس الوقت والشربة أول بتعطيك مساحة من المي اللي أنت لازم تاخدها فأنت المفروض برمضان معظم الناس ما بتلحق تشرب أنا بقولهم استغلوا وجود الشربة في إنك أنت تحطها من ضمن الأشياء لأنه الآن كل الماء واشرب الأكل بمعنى أنه أمضغ حتى يستوي مثل الماء وتبلعه وبالتالي تستفيد منه واشرب وكل الماء بحيث أنك تاخده عن طريق الشربة عن طريق الخضار عن طريق الفواكه وبالتالي أنا بستفيد فالشربة كثر منها حتى تعمل مساحة وتشبع بعدين أروح للسلطات نوعه يعني هالإشي الوحيد اللي أنا بقولكم كثروا منه ونوعه يعني قد ما تقدروا تفننوا في السلطات في السلطات والشربة أي تفننوا فيهم لأنه فعلا أولا طعمهم لذيذ ثاني شغلة يعطوني معادن وفيتامينات وكمية دفاع للجسم والتقوية وتحصين ويدعم نظام رمضان اللي هو إحنا قلنا الدورة المجانية وبأجي للطبق الرئيسي بيكون إيش أنت في خاطرك متبوس برياني ما في مشكلة ولكن لا نستخدم الدهون المهدرجة لا نستخدم السمن المهدرج دائما ألجأ إلى استخدام أقل ما يمكن من الزيوت لأنه لما تكون في جدر ما بتكون كميتها كبيرة حتى لو فأنا ما بقول ما أستخدم ولكن أروح للإشياء الصحية أكثر أستخدمها بطريقة صح واكل اللي في خاطره ولكن أستعمل الطبق الصحي نص الطبق يا جماعة حتى في رمضان نص الطبق يكون موزع ما بين الربعة عيش خبطات اللي أنت تبعه مجبوس برياني فوقها الكاربوهيدرات والنص الثاني يكون بين لحم سماك دجاجة بروتين والباقي ما بين الخضار والفواكه وما ننسى الألبان صحيح هذا يبلغ أن تعاون دكتور رفاق كل أفراد العالي يعني تبدي بالشرم والسلطة وتلاقي أفراد العالي هجموا على الهريس شوفي عندي حل عندي حل وأنا معك فعليا صحيح كلامك دكتور ندا يا جماعة أنصح أنه أول شيء يكون على الطاولة ما يكون الطبق الرئيسي يعني يجي بيجيكم حار بنفس الوقت وإنت لما تكون خط الشوربة والسلطة واستمتعت فيهم لما يجي التبق الرئيسي تأكل بذكاء جربوها مع لشه رمضان جربوها معنا مع هيئة صحة دبي ممتاز أزين نحن هذا بالنسبة للفطور السحور على السريع قبل السحور في عندك القيمات ما بننسى الحلو يا جماعة الحلو ما ناخذ قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من بعد الإفطار حتى يكون نهضم الأكل ويكون في مساحة أني أنا أتناول الحلو تبعي صحيح طريقة صح وما أكثر اللقيمات ما ناخذها على الفطور ما علش يعني إذا أنت ما بغيت أن يكون فيه تقل على المعدة إذا أنت ألبك في المعدة نعم لألم قلاي وفيه دبس وفيه عسل وأنا دائما يعني أنصح ما فيه داعي للشيرة أو القطر روحوا للعسل أحب بيزعلون أمهاتنا أنا أمي لو ما تحص إحنا اللقيمات عدالها ولازم ناكملنا على الفطور يعني ما تكتمل وجبة الفطور فهي رسالة حاجة أمهات حطوا عقب الفطور فطبعا يعني أنا إذا بدك الصح فهذا هو الصح لكن إذا أنت مصر محمود أنك تاخده معناته الطبق الرئيسي تبعك بدك تقلل منه قد ما تقدر بحيث أنك تمرحته شام بس يعني مزيق هذا خليني أخذ السحور على السريع لأنه ما نطلع فاصل دكتورة أوكي السحور أقرب ما يمكن إلى وقت الإمساك حتى يقدر بالذات أنه إحنا هلا فيه امتحانات فيه مدارس وفيه عمل يعني مش إجازة زي كل سنة فأتمنى أتمنى أتمنى سحور إشي رئيسي ويكون أقرب ما يكون للإمساك لوقت الإمساك حتى يتم أنه أنا أستفيد منه صحيح نبتعد عنها والحارة كذلك والمقلاية حاولوا دائما تكونوا صحيين حتى في سحوركم ممتاز نحن شكري لك دكتورة وفا عايش مدير إدارة التغذية السريرية ومبين عليك الصيام لا والله الحمد لله مفتو فريش تشكر الله ممتاز تسلمني طيب نعيد نذكر بسؤالنا اللي هو برعاية مستشفى الزهرة بدبي الفائز رح يحصل على قسيمة بقيمة ألف درهم للعلاج وتقديم خدمات العلاجية في مستشفى الزهرة زايد النفي عندنا فائز بيحصل 500 درهم كاش طيب السؤال يقول يقول نظام الملف الطب الإلكتروني الموحد بهيئة الصحة في دبي شو اسمه نظام سالم أو نظام سلامة طيب الإجابة تكتبون سالم أو سلامة على 4006 مع الاسم الثلاثي ماشي يا جماعة ما حد يقول لي الإجابة الأولى ولا الإجابة الثانية ولا حد يقول لي أنا طرشت ولا أنا لا نبغي الإجابة مع وما روح تطرشوا الجواب لا ما علي خير يطرشونه مم مشكلة اللي اللي باي يساعدهم محمل لشان يفدون هي بس يختار يختار الإجابة نفسها زين يكتب الإجابة مع الاسم الثلاثي طيب يا سلامة يا سالم ونحن بعد الفاصل عندنا سالم باللاحج بيكون معانا بنتكلم على بعض البرامج الخاصة بمكتب الخدمات الإنسانية في رمضان عندهم العديد من الأنشطة وهم هذا الشهر يعني يكون النشاط عندهم زايد وما طبع طول السنة لكن الشهر هذا ما شاء الله عندهم وعندهم أنشطة ومبادرات كثيرة فاصل وراجعين صحة وسعادة تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة إذن أرقام التواصل معنا دكتورة على 600551414 والرسائل النصية على 4006 نتريه جواب السؤال على الرسائل النصية شو سؤال اليوم نظام لملف الطب الإلكتروني الموحد باية الصحة في دبي شو اسمه نظام سالم أو نظام سلامة إطار شنال إجابة الفائز عندنا كان بيحصل فائزين واحد بيحصلون 50 درهم كاش والتاني بيحصل على قسيمة بقيمة 1000 درهم من مستشفى الزهرة خاص في دبي فالتوفيق لكم جميعا شكرا لك دكتورة أنت ذكرت أن إجاباتنا سالم وسلامة أنا كنت أبغيت يعني من ضمن الإجابات تحذفين سالم عشان ما ما غلتم جور لأنه عنا سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية طبعا الخبر اليوم المنشور بالنسبة للهيكل في لها أبعاد وطبيعة عمل الهيئة خاصة فيها جانب إنساني وخيري هذا الجانب اللي يتمثل في مكتب صندوق الصحة واللي بيتولى مهمة استقطاب الدعم المالي والعيني وتوجيه الأموال الممنوحة لها من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة داخل الدولة وخارجها في صورة مساعدات وتبرعات وهبات وإعانات ومنح ووصايا يقبلها مكتب الصندوق بغرض المساهمة في دعم القطاع الصحي والمسفدي منه وتعزيز الرعاية الصحية في إمارة دبي على كل الأوجه الإنسانية والاجتماعية والبحثية والابتكارية وهذا طبعا بالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الشؤون الإسلامي والأوقاف والعمل الخيري يأتي مكتب صندوق الصحة امتدادا لعمل مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع ونحن هنا يسعدنا أن يكون معنا اليوم إن شاء الله في أول حلقة لنا في رمضان الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع في هيئة الصحة في دبي صباحك الله بالخير ورمضان كريم خير والنور يا أخي نوارتنا في الأستوديو أخوي سالم نتكلم أو شيء عن الجهود الإنسانية والخيرية اللي قوموا فيها مكتبكم في هيئة الصحة في دبي بشكل عام خارج رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إحنا طبعا هيئة الصحة ومكتب الخدمات الإنسانية من بداية تأسيس كمبادرة لغاية ما وصل المكتب كانت فيه جهود لدعم الحالات المعسرة في البدايات والحمد لله أن نحقق أرقام أو حقق حالات إنسانية قدرنا نساعدها نقول داخل الدولة وخارج الدولة كان له دور المكتب بالتعاون طبعا مع كل الجهات في هيئة الصحة والجمعيات الخيرية والحمد لله مع نتائج اللي برزت خلال مكتب الخدمات الإنسانية في تأسيس برامج لدعم الحالات الإنسانية أو التفاقيات أو المذكرات التفاهم مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية صار فيه يعني تصور واضح لمكتب الخدمات الإنسانية في هيئة الصحة معالي حميد القطامي في أول يعني تواجد ويانا أو اجتماع ويانا في بدايات يمكن أول تشكيل مجلس الإدارة طلع على تجربة المكتب وكان من الداعمين أن فكرة الصندوق لازم يكون فيه صندوق باسم هيئة الصحة والحمد لله يعني خلال السنوات هذه يعني كان هو يحث أنه يكون فيه شكل مؤسسي لمثل الدعم هذا يعني والحمد لله يعني المجهود هذا ما صار أنه يعني من فراغ بس بناء على نتائج يعني فعلية في الميدان والحمد لله نحن نشوف اليوم الهيكة أنظيم الهيئة الصحة أن يكون فيه مخصص الخدمات الإنسانية ومساعدة المرضى ويوضيف إليه الإشراف على البحوث وعلى الدراسات وعلى هذه فهذه كلها إن شاء الله تكون يعني داعم لنشاطات هيئة الصحة إن شاء الله يعني طيب المكتب ده يعني دعم كبير يقدمه لمرضى المعسرين سواء كان دعم مادي ولا عيني كذلك أنتم تسوونه فخلنا تعرف على البرامج والأنشطة اللي أنتم تقدمونه في هذا المجال طبعا الحمد لله نحن الهيئة الصحة ومكتب الخدمات الإنسانية خلال فترة يعني يكون له برنامج دائم يعني خلال السنة كاملة وينبني على نتائج العام الماضي طيب دايما يعني صار فيه اتفاقيات أو مذكرات يديدة صار فيه اطلاق برامج أدوية يديدة يعني من بداية السنة يمكن إحنا اطلقنا كثير أكثر من خمس برامج دوائية أساسية يعني لمرضى الكانسر والعيون والتصلب اللي ويحي صار فيه إضافات في أدوية يديدة للمرضى هذه طبعا عام زايد نحنا لنا تقريبا 14 مبادرة من خلال مكتب الخدمات الإنسانية يعني خلال لجنة عام زايد وكلها طبعا اختاريناها على أساس أن تكون لها دور داخل الدولة وخارج الدولة السنة نحن ركزنا على بعض الأنشطة تكون خارج الدولة يعني برامج داخل الدولة نحن إن شاء الله خلال شهر رمضان بنطلق العيادة التطوعية مع مستشفى لطيفة وغير يعني البرامج الموسمية خلال رمضان الحمد لله بدنا تقريبا من بداية شعبان كان في تنسيق مع المؤسسات الخيرية ومع التعاونية للاتحاد ومع على أن يكون فيه برامج مميزة خلال شهر رمضان يعني في خلال فترة رمضان وقبله يعني ممتاز الحمد لله الحمد لله أخوي سالم المرضى المعسرين كيف تتوصلونهم وشو الأوراق أو التقارير لازم يبهى المريض عشان يكون مستحق لأحد المبادرات التي تقدمونها طبعا هو الحالة العادية هي طبعا المريض يحول أو الطبيب يحول المريض للأخصائي الاجتماعي إذا في حالة إنسانية يعني يحتاج إلى دعم طبعا نحن المستندات الرئيسية لهي متعطل المريض يعني يمكن احنا خلال نفس اليوم تكون القرار يعني أخذ في الحالة يعني فالأوراق الرسمية لهي ثبات الإقامة الوضع المالي الوضع المالي يعني الاجتماعي هذه كلها يعني التقاس ويأخذ فيها قرار يعني كلا أن حالات إنسانية ما تتأخر يعني في وقتها يعني فيأخذ فيها القرار يعني يا مساعدة كاملة يا مساعدة جزئية حسب الحالات الإنسانية غير البرامج المستمرة مثل أمراض السرطان أو الأمراض اللي هي الخطيرة المزمنة نحن نقول صحي هاي لها جداول يعني أو برامج دعم يعني من خلال جمعيات الخيرية أو من خلال الاتفاقيات اللي وقعناها مع برامج الأدوية مع شركات أكثر من شركة الدوائية يعني ممتاز فيها استمرارية يعني هاي حالات إنسانية ممتاز أنا بس بذكر بسؤال مسابقة لأننا شوي وبنسحب سؤال اليوم يقول نظام الملف الطب الإلكتروني الموحد بهيئة الصحة بدبي شو اسمه؟ اسمه نظام سالم أو نظام سلامة؟ بعثونا الأجوبة مع الاسم الثراثي على أربعة صفر صفر ستة ما بوقع شيء ومشانا بنسحب على أسماء ثلاث دقائق إن شاء الله ونوقف عملية السحب طبعا هذا المسابقة برعاية مستشفى الزهرة بدبي الفائز بيفوز على أثنين فائزين من اختار واحد بخمسمية درهم كاش والثاني ألف درهم قسيمة للعلاج في واحد من العيادات المتقدمة في مستشفى الزهرة إن شاء الله أخوي سالم نرجع للمبادرات الإنسانية اللي بتسويها الهيئة أو بتطلقها خلال شهر رمضان المبارك شكل موضوعنا نحن في رمضان بدأنا أول مبادرة أو اللي هي المير الرمضاني كانت تنسيق مع جمعية أو تعاونية الاتحاد مع بيت الخير مع دبي الخيرية تم وف توفير أكثر من يمكن 800 سلة قذائية لطبعا بعض الموظفين المعسريين أو لهم ظروفهم مدية صعبة أو تعارفين مصاريف رمضان تكون شوي زيادة صحيح فتم توفير سلات قذائية من كل الاحتياجات القذائية للمرضى للموظفين هذه الأسرهم وبعض المراجعين اللي يكون مسجلين كحالات إنسانية اللي هم مراجعي صندوق أو مكتب الخدمات الإنسانية طبعا شملناهم في الدعم يعني بمش مجرد شمل علاجي فقط شمل لهم في دعم الحالات الإنسانية في توفير لهم سلة غذائية فنحن توقع 800 سلة غذائية توزع ممتاز يعني بدأ توزيعها من الأسبوع الماضي ومستمرين الأخوان في المكتب أفطار صايم طبعا أعدينا له السنة أن يكون مشاركة موظفين في الأفطار اللي هو أن يكون الكوبون يعني صار أنه في توزيع كوبونات في الهيئة لموظفينا اللي حاب أن يشترك تفطير صايم بعشر دراهم ممتاز الحمد لله أننا يمكن هذا أول يوم بس تقريبا عدد كبير من الكوبونات تقريبا نفذ يعني اللي حاب يتبرع أو يساهم فيه البارحة بدأنا أول سحور لموظفي لهم لعددوامات كانوا موظفين أمن أو المراسلين أو اللي هم الشركات الخاصة لتقدم خدمات في هيئة الصحة البارحة كان أول سحور لهم واليوم إن شاء الله نبدأ لهذا إن شاء الله طبعا نحن نتوقع إن شاء الله بالتعاون مع مستشفى لطيفة العيادة التطوعية تنطلق الأسبوع القادم إن شاء الله العيادة طبعا كانت يعني العيادة كانت مجرد فحوصات وأدوية في المرحلة الماضية قبل رمضان يعني أو العام الماضي السنة خلال شهر رمضان بنطلقها إن شاء الله بتكون على شكل أن العيادة أكثر شمولية بيكون فيها باكيج متكامل يعني من الفحوصات لحتى بنوصل للعمليات يعني فإن شاء الله نتوقع نغطي أكثر من خمسمائة ألف درهم للعيادة التطوعية إن شاء الله إن شاء الله طيب أسماء الفايزين معنا نزيل أول شي نسحب على القسيمة اللي هي ألف درهم أول واحد قسيمة ألف درهم من مقدمة من مستشفى الزهرة بدبي نزيل على السؤال اللي كان يقول أنه نظام الملف في الطب الإلكتروني الموحد بهاية الصحة بدبي اسمه نظام سلامة نظام سالم ونظام سلامة نحيا يبين سالم بالله حاجيانا اليوم عشان ما شمع السؤال لا عشان خربط في الناس نزيل المهم الفايز بالقسيمة بقيمة ألف درهم عندنا بمحمد ناصر محمد ناصر من زين والفايزة بخمسمية درهم كاش فايز طلاع بعد محمد زاهر الدر ألف مبروك للفايزين وإن شاء الله حضر موفق الباجي ندخل كل شهر رمضان عندنا نحن مسابقة أسئلة كل يوم بإضافة الحساب هيئة الصحة أصلا مسابعة مسابقات فإن شاء الله لكل فايز خلال شهر رمضان طيب شكرا لأستاذ سالم باللاحج كان معنا في الحلقة اليوم وكل الشكر لك دكتورة شكرا في التنسيق إسراء الهاشمي في الإخراج أيمن سرحيل هذه تحياتي محمود يوسف العلي حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي